وطني يا مالك حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي كانت كوبليل خاصة بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ في الأبرية العظيم الوطن الأكبر قدية الأغنية دي كانت بتجسد حالة حقيقية من الحب والمودة والأخوة الموجود بين الشعب المصري وبين إخوانا وأشققنا العرب مصر كرانة الله في أرضه مصر مهدي للديانات السماوية مصر ملتقى للثقافات والحضارات المختلفة من كل البلدان العربية مصر القلب النابط للإخوة الأشقاء العرب المقيمين على أرض مصر عزائي المشاهدين صباح الخير صباح الهنى والسعادة عليكم حلقة جديدة من برنامج مصر موطني على شاشة قناة الصحة والجمال مقدمته لكم الدكتورة هيبة الله حلمي حلقة النهاردة هنعرض فيها نمازج إيجابية شابة بس للإخوة العرب المقيمين على أرض مصر ضيف العزيز والغالي الأول من أولى القبلتين وسالس الحرمين الشريفين من فلسطين العشق أستاذ نادر الفلسطيني مدير أكاديمية الفلسطيني لتعلم فن وقص وتصفيف الشعر مرحب بك يا أستاذ نادر أهلا وسهلا بحضرتك يا أهلا بيك وضيف الثاني من البلد المحبوبة التي داومنا على حبها وارتبطوا وجودها بالعشق في قلوبنا سوريا الحبيبة سوريا الجميلة أستاذ مصطفى الحمصي مصمم أزياء متخصص فيه تفصيل فسطين الصهرة والسورية وفسطين الزفان أهلا بيك يا رب نورتني يا أستاذ مصطفى طيب في البداية خلينا نبدأ مع أستاذ نادر حضرتك بقى لك كم سنة مقيم في مصر وخلينا نعرف كده بشكل مبسط المهنة الخاصة بحضرتك صار لي حوالي خمس سنوات بمصر بشهر 12 بصير لخمس سنين تقريبا المهنة تبعتي أن أنا مدير أكاديمية الفلسطيني لتعليم فن قص وتصفيف الشعر طبعا الأكاديمية خاصة بتعليم الشباب مهنة قص الشعر أو الحلاقة بشكل عام موجودين لتعليم الحلاقة تمام طيب إحنا عايزين ننتقل برضو الأستاذ مصطفى ناخد فكرة عامة وبعد كده نطلع نشوف الفيديوهات المعين نقيم حضرتك في مصر بقى لك كم سنة والصفات الأساسية لوظيفة حضرتك أول شي بحب تشكريك وتشكر القناة وتشكر بلدي الثاني مصر شعبا وحكومتا أنا صلي عشر سنين من مصر بشتغل في سطين السهرة تصميم أزياء وبدلات العرس والحمد لله الأمور تمام معي وكله تمام تمام ربنا يا رب دايما أنتو في بلدكو وأنتو إخواتنا وأشققنا طبعا طيب إحنا عايزين نطلع معنا في فيديو يا جماعة نشوف الأكاديمية الخاصة بأستاذ نادر الفلسطيني نبص كده عليها بصة ونرجع لكو تاين نشوف الأكاديمية الخاصة بأستاذ نادر الفلسطيني نشوف الأكاديمية الخاصة بأستاذ نادر الفلسطيني نشوف الأكاديم الخاصة بأستاذ نادر الفلسطيني ورجعناكو بعد ما شوفنا الفيديو الجميل اللي بيصور لنا الأكاديمية الخاصة بأستاذ نادر واضح أنك يا أستاذ نادر مدرب العاملين معاك في الأكاديمية مدربهم ولا هما بس عندهم ملكة قص الشعر لا هما بيقولي مبتدئين يعني لا يفقى شيء في المهنة فبنبدأ معاهم من الصفر للنهاية ده بالنسبة لكورسات المبتدئين في عندنا كورسات تانية خاصة بالناس اللي شغالة في المهنة نفسها بس عايزة تطور من نفسها أكتر من أداءها ويشتغل على نفسه أكتر يشتغل على نفسه ويطور من مجاله على أساس أنه واكب الموجود حاليا تمام احنا طبعا نسأل عن موضوع الكورسات أستاذ مصطفى طبعا أنا شفت كده بعض الفيديوهات قبل الحلقة عن جمال تفصيلك ودقتك في رسم فستين الصهرة والزفاف قبل محاضرتك تعالى هنطلع كده نشوف الفيديو معنا كذا فستان من تصميم المصمم الأزياء الجميل أستاذ مصطفى الحمسي ترجمة نانسي قصد طيب احنا شفنا فستان الزفاف اللي شاهدناه من شوية عايزك تكلمني شوية عن طبيعة لمساتك في تفصيل الفستان ايه اللي بيميزك كمصمم ازياء عن الاخرين هلا اول شي نحن نشتغل الفستان كله بالقطب بالابرة والخيط هذا الشي لا بيكون فيه سيليكون لا انخسل الفستان لا سود طبعا اول شي الخامات كله بتكون تقيلة ومستوردة وكله بيكون تمام وعندك اخر شي الشك تبعه الشك يعني ما يبين شي اكتر من شي ويطلع كله متناصق ومثل بعض طبعا تمام احنا معانا فستين تاني بس ممكن ناخدها واستاذ مصطفى اللي يشرح عليها طيب كم منلي تمام اللي بيخصك برضو اللي بيميزك عن اي مصمم ازياء تاني هلا طبعا اول شي نظافة القطعة طبعا من جوة معانا على الهواء حدتك اشرح كده للسادة المشاهدين اللي عندك هون اول شي احنا منجيب اللي اماش تمام تمام ومن قصه ومن كوي ومن حطله الطبقات تبعاته طبعا كزا طبقة هي من كزا نوع من التول ومن الساتان ومن الضان طيب واخر شي من شكة الرسم والشكل اللي برا تمام في فستين تانية فستين صوري برضو معانا هتتعرض معانا على الشاشة ده فستان زفاف اه تكلفته عالية لو حفصيل والتكلفة بتاعت الخامات نفسها لا وسط يعني مش كتير يعني بين الخمسة للعشر تلاف تقريبا طيب اغلب زبينك من مصريين بقى ولا سوريين لا ولا مصريين مصريين بلدنا التانية هون طيب الخامات اللي حضرك بتستخدمها بتبقى خامات مرضو مكلفة ولا خامات متوسطة هلأ حسب لزبون فيه خامات تقيلة وفيه خامات خفيفة فيه خامات مستوردة وفيه خامات وطنية تمام طيب نرجع معانا للأستاذ نادر طبعا عايزك تكلمني شوي عن تجربتك المعيشية والحياتية في مصر ازاي قدرت ان انت تتأقلم وتيجي من بلدنا الثاني فلسطين وتعيش في مصر وتبدأ تكون لنفسك كارير خاص بيك تكون في منطقتك انت اهل وناس ليك اول حاجة انا اول منزلت من فلسطين على اساس انه انا كنت بتسافر اوروبا وهيك فترجعت عن السفر وفكرت فيها اكتر من مرة لقيت انه مصر افضل مكان اكون موجود فيه على الاقل وسط اهلي وناسي وصوصا انه والديتي مصرية عندي الوالدة مصرية والدتك مصرية مقيمة في غزة حاليا فانا مش بعيد عن اهلي يعني انا في نص اهلي وكمان انا فكرت باولادي انه انا اولادي بدو منشأ او نشأ لا انا بعيش باعيش من فصة اهلهم مش حابب انه اطلعهم برا على اوروبا او هيك شغلة الشغلة التانية انه المجال اللي انا شغال فيه كان مش موجود في مصر هون او ضعيف جدا طب احنا نسمحك نطلع بس فاصل ونرجع نكمل حادثنا اليوم وحلقتنا اليوم ورجعنا لكم بعض الفاصل ازاقنا المشاهدين لاستكمال حالاتنا اليوم من برنامج مصر موطني مع النماذج الشابة الجميلة من اخواننا واشقائنا العرب المقيمين على ارض مصر كنا مع استاذ نادر بنكمل كلمنا ونقول وصف للسادة المشاهدين طبيعة تجربتك المعيشية والحياتية والعملية على ارض مصر الحمد لله رب يعلمين انا ما حسيتش باي فرق بين ان انا عايش في فلسطين او في مصر لان انا هنا في وسط اهلي وبصراحة الشعب المصري شعب محتضن لكل العرب او لكل العالم بشكل عام ما بتحسيش نفسك غريبة بينهم يعني اهل وناس يعني بصراحة وحسيت بدعم كبير من اخواتي وزملائي في المهنة مجال التعليم الحلاء انا كنت شغال فيه في غزة تلقيا يعني من 2007 تقريبا في مجال التعليم فاول ما نزلت هنا في مصر بديت اشتغل فيه تاني ولقيت انه فيه نقص هنا موجود يعني في مجال التعليم كاكاديميات او شكل اكاديمي بشكل عام يعني فمقتصر على حاجات بسيطة جدا ادي حقيقي انا اول مرة اسمها عن اكاديمية لتعلم فن وتصفيف الشعر الرجالي وليس الحريمي فدي حاجة فريدة فعلا او فبديت اشتغل على الموضوع شوية بشوية بديت ادرب عندي بالمحال بعد هيك فتحت اكاديمية واخدت لها ترخصات رسمية تبعتها والحمد لله وشغالين بنظام اكاديمي وعن نتائج جميلة جدا يعني بتدي كرسات وشهادات كرسات وشهادات صحيح مخدومة رسمية معانا طبعا الصور موجودة معانا للشباب اللي اتقرج على ايد استاذ نادر الفلسطيني ياريتك في الكنترول يارضوها معانا كم يفن؟ والحمد لله النتيجة كانت ايجابية جدا وصار عنا يعني عدد كبير من المتدربين منهم نسبة كبيرة من مصر في عنا كتير يعني من الاشقاء السوريين بيجوا بيتعلموا عنا وفي ناس صارت تيجي يعني عندي ناس متدربين اجوا من السويد سوريين معهم جنسيات سودية اجوا تعلموا المهنة ورجعوا تاني يشتغلوا فيها هناك في عندي ناس من السودان في عندي ناس من اريتيريا يعني الحمد لله رب العالمين من كذا دولة بيجي علينا وفيه كان من العراق برضو طيب الشهادات الحضرتك بتديها دي شهادات بحيث ان هو يقدر يمارس المهنة فيما بعد ولا شهادته ان هو اكتاز الكورس ده مع حضرتك لا هي شهادة انه اكتاز الكورس وبعد هيك بتنفعله في شغل حاجة لا انه الشهادة مختومة رسميا معتمدة معتمدة رسميا انا يعني واخد ترخيص تمام بالتدريب فالشهادة معتمدة هو اهم من الشهادة اللي هو شغل العملي اللي هتدربوا عندي أكيد الممرسة هو ده الممرسة اللي اخدها عندي والشغل العملي هي اهم من الشهادة بشكل عام يعني فالحمد لله النتائج كانت جميلة ممتازة وفي ناس كتير فتحت محلات الحمد لله وعملنا معها لقاءات ومرزلين الفيديوهات بتاعتها على صفحة الأكاديمية الحمد لله رب العالمين طيب تمام طيب نرجع لأستاذ مصطفى الحمسي بقى يكلمني شوية برضه عن اللمسات الخاصة يعني أنا شو بتجيه معانا فستان صوريك كده أخضر شغله أنا حاسب هو متكلف إنه هو باهز ولا لا ده هي الخامات اللي فيه الماتير بتاعتها بسيطة أو منخفضة السعر هلا طبعا هو متكلف عندك هذا السعتان تيركي هو معانا على الشاشة تيركي وتقيل عرفتي هلا إحنا منجيبه وإحنا متل ما بتعرفيه لأماش بيكون مفروض يعني ما بيكون إحنا منقصه على حسب الموديل أو الصورة أو التصميم اللي منرسمه قبل ما نعمله بقى أنت بترسميه في عندك الكسرات اللي على الصدر لذي ربيه لازم يكون هذا الشكل كله متناسق بعد منه منجيب الشغلات اللي محطوطين على الصدر للإبرة والخيط طبعا هذا كله بيرسم يعني على الشكل وعالرسم على حسب الصورة حسب الرسمة حسب المؤاس والموديل طبعا هذا كله أنت اللي بتصمم الحاجات دي أنت اللي بترسم التصميم أو بيجي في بالك فبتقول لا أنا عايزة أصمم الشكل ده ولا بيبقى عندك زي الكتالوج كده بتعرضه هلا فيه كتالوج وفيه شيء لحنا منرسمه ومنخليه منعرضه عنه بمكانه يعني ما فيني أنا كل شيء أخذه من النيت ولا كل شيء اتبعه بالواحد لازم يكون مميز بشيء له خاص يعني نحنا منعمل منفصل للزبونة موديل على حسب الصورة ولا الكتالوج اللي هي جايبته بس أما الشيء أساسي نحنا عرضينه أساس يعني هذا متون ما بيبلك هذا يعني يفوت شوف شيء قدامي مشان أنا أضمن أنه الحاقة بتاعتي هتطلع مزبوطة أي منعمل تصميم اللي خاص فينا ولازم يكون كل شيء يعني على حسب اليوز حسب الموديل حسب ما يكون شيء وطبعا كل واحدة وحسب هي رفيعات خينة كل موديل أنا حسب رسمة جسمها آه طبعا طيب أنا عايز أسألك سؤال بقى هل التراث السوري حلب بقى أو حمصو بيطبع عليك أثناء ما أنت بتصمم الفساتين مش شغطي فستان الفرحة أو فستان السورية لكن ممكن تصمم بعض الفساتين مثلا اللي اللي الشرقية أو الموديلات الشرقية بيطبع عليك ده وإنت بترسم بتلاقي نفسك برضو بترسم بنفس التراث ده هلأ ممكن يطبع شيء بس كلنا نحن كلنا ماشي مع الموضة يعني أغلبه ما في أنك أنت تبتكري غير بالشيء اللي بيخصك أما الشيء الثاني حسب الموضة شو درجة؟ إن أنا نمشي على الموضة نفسها طب أحد شبا من الزباين بييجي قولك أنا عايز من التراث السوري ترسم لي فستان أو تصمم لي فستان طبعا فيه أكيد هلأ فيه ناس كتير بتحب هي الشغلات الغريبة أو شغلات مثلا ما حدا لبسها أو ما موجودة في عالم يعني بيعجبها شغلات ما موجودة ما حدا لبسها قبلي هن هيك باعتقاده أنه لازم هذا الفستان ما حدا يلبسه قبلي طب بمناسبة ده وجود أستاذ نادر معنا وأستاذ نادر الفلسطيني والتراث الفلسطيني في اللبس إحنا عرفين العباية الفلسطينية بيبقى ليها شكله ونظام معين أكيد برضو بتقدر أنت تتصممه وبيطلب منك أكيد يعني إحنا منفصل كل حاجة حريمة أكتر شيء بس أكتر حاجة هو الفلسطين السهرة والسواري والزفاف فلسطين السهرة والسواري أه بس أما إحنا منفصل أي حاجة يعني جيبة بانطلون فستان كله يعني آه ملابس خروج عبايات كل حاجة مكانك فين بقى والناس تتواصل معك باكتوبر بالحي الأول باكتوبر بالحي الأول وطبعا اللينك الخاص بأستاذ مصطفى الحمسي هيبقى موجود على الشاشة اللي عايزة تواصل معاه ويطلب منه أردارات أكيد متاح آآ آآ إن شاء الله طيب نرجع الأستاذ نادر كنت بتكلمني عن موضوع الكورسات اللي أنت بتديها للشباب في فن قص وتصفيف شعر الرجالي هل الكورس بيبقى له طبيعة معينة بيبقى له مدة معينة مثلا جزء منها نظري وجزء منها عملي الكورس عندنا مدته شهرين شهرين واسبوع تقريبا بيكون عبارة عن 18 محاضر عملي الشغل عندنا من أول يوم لآخر يوم عملي فيش عندي نظري النظري طبعا بنشرحه إحنا في أثناء العملي وإحنا شغالين طبعا عساس أنه يستفيد أكتر قدره ممكن لأنه شغلتنا بالذات يعني المهنة بتاعتنا تحتاج أنه الواحد يشغل عملي أكتر شيء كل ما اشتغل عملي وطبع عملي كل ما كانت الاستفادة أكتر فإحنا الفرق بيننا وبين أنا أول ما شفت الفكرة شفتها في 2005 أيام كنت بإيرلندا الشمالية شفت فكرة اللي هي الأكاديميات والشغل التعليم الأكاديمي فأجدت بالي يعني فاشتغلت فيها في 2007 الفرق بيننا وبين هناك إنه إحنا بتدريب عملي عملي هناك إحنا بيشتغلوا على بواريك أو بيشتغلوا شق نظري أو جانب نظري كبير يعني مقارنة بالعملي وإذا يشتغلوا عملي بيشتغلوا عملي على بواريك مش على شعره طبيعي أو على شخص موجود فعليا لا إحنا عنا العكس إحنا هنا بنشتغل على بناء أدمين أشخاص بتجربوا في البناء أدمين لا ما بنجرب القصة إنه المتدرب بيبدأ واحدة واحدة طبعا بأول يوم إحنا بنصلح الشغل وراه وإحنا بنكون وقفين جنبه إنه حتى لو غلط الغلطات إحنا بنلحقها وبنصلحها بعد ما بيخلص إحنا بنشطب الشغل على أساس الموديلز اللي كان جاي بتدرب عليه بيطلع بأفضل شكل ما أنا بتكلم في كده إن فيه موديلز بيبقى عنده علم إن حضرتك بتدرب مثلا الكاست ده أو الفريق ده عليه فبيبقى عنده علم إنه هو إنه هو جاي جاهز موديل ولكن مش زبون عادي لا لا إحنا إحنا الأكاديمية بنطفق مع موديلز مقابل ما دي بيجوا وبيتدرب عليهم الشباب تمام فبعد ما بيخلص بيوصل لمرحلة إنه أول حصة بتختلف عن تاني حصة ثلاث حصة بتختلف عن الرابعة بعد الحصة الخامسة بيبدأ إنه يشط بشغل كامل من غير ما إحنا نصلح وراه يعني إحنا في أول أربع خمس حصص إحنا ممكن نصلح ورا المتدرب على أساس أنه لسه مبتدئ فالشغل عنده ضعيف لكن بعد هيك إحنا هو بيبدأ يكمل شغله كامل ما بيحتاج إنه حد يصلح وراه طب تكلفة الكورس وبواهزة السمن لا إحنا بالنسبة إنه مقارنة بالناس اللي حاليا نشغلين بنفس المجال لا إحنا الحمد لله رب العالمين متدنية جدا مرعاب شعور الناس أو مرعاب الظروف اللي بتمر فيها الناس طبعا فالمقارنة كبيرة جدا في السعر يعني أقل من النص كمان والحمد لله التدريب يعني موجود عندنا وزي ما بنحكيها احنا بنقولهم عملي من أول يوم لآخر يوم وما بنحكي إنه تعالى سجل لا اللي بيتصل علي بيقول لي أنا عايز أسجل في الأكاديمية أنا بقول له تعالى اتفرج على الناس المتدربين اللي شغالين فعليا وهم بيشتغلوا بعد هيك أقرر حابب تسجل معنا أهلا وسهلا مش حابب براحتك هل أنت بتجيله فرصة إنه يعيش الحالة الأول أيها شوف الناس اللي بتتدرب الأول هل الكلام صحيح إنه الشغل عملي والناتج تبعهم أنا كيف في الده أجي سجل في مكان وأنا ما بعرف إنه هل هم كلام صحيح أو الكلام غير الموجود فعشان المصدقية لا تعالوا تفرج على المتدربين اللي شغالين وتفرج على شغلهم براحتك بعد هيك قرر حابب تسجل أو لا ها حابب تخوض التجربة صحيح طيب أستاذ مصطفى الحمسي عايز أسألك سؤال هل مهنتك دي كان مصمم هي نفس مهنتك في سوريا قبل ما تيجي مصر آه طبعا نفسها آه بس ما كنتش قوي في المجال ده طبعا عشان أنا مفشنة يعني إلا مدقص آه أنا كنت قيت هنا مثلا عمري تساتعشر سنة يعني لسه صغير أنا باشتغل فيها من أنا وصغير بس هنا اللي قويت أكتر طبعا نكيد راجع ربت عليت حد ولا أنت اللي اشتغلت على نفسك والله أنا اشتغلت تعلمت اشتغلت عند كذا حدا لحتى أتعلم يعني أنت مثل ما لك شايفة إنك كذا حاجة لحن نعمل يعني كذا أي موديل ينطلب مننا لازم نعمله أنا أصبق يعني صررت روح عند كل واحد هو مجاله أتعلم عنده كل شي بيخص هذا الموديل وأطلع رد روح عنده واحد تاني أتعلم كل شي بيخص الموديل وأطلع لعند حدا تاني شام تبقى ملم كل واحد ولوه ملكة خاصة في مجاله شام ما يجي حدا ويجي اللي يدي هذا الموديل وأنا ما أعرف ساوي أو ينطلب مني ولاقي فيه صعوبة أكيد لح عارف ساوي بس لح لاقي صعوبة ممتل وقت تكون شايفه ولا شاغله قبل هلأ تبقى متمرس أكتر طبعا طيب ما تحكي لي بقى كده أو تحكي لي السادة المشاهدين كمان تجربتك برضو في مصر كانت صعبة ولا سهلة لقيت دعم وعاونه من المصريين ولا لأ هلأ أول ما أجيت طبعا هي بلد التاني طبعا بس الواحد اختلف عليه والناس بس طبعا هون يعني ما حسينا غير بين أهلنا وناسنا وأكيد لقيت كتير دعم وعندي كتير رفقات مصريين بيشتغلوا معي ويعني منطلع منسهر سوا ومنعود سوا وغير يعني أهل أهل ما اعتبرت أني حدا غريب ببلد أو حسيت حالي ضيف لا حسيت حالي أهل أهل مو مرتبط إحنا أصلا بنتوح بيننا وبينكم يعني مين فينا السوري ومين فينا المصري بأمنط الله أو مين فينا الفلسطيني أو المصري الناس بتتوه يعني إحنا كلنا مندمجين مع بعض ودايما أنا حتى كشعوري كمصري قسما بلاه بقولها لما بشوف حد فلسطيني أو سوري بأمنط الله بحيث أن أنا مبسوطة وسعيدة وعايز أعمله أي حاجة تبسطه أو تفرحه لمجرد بس أن أنا أدخل سعادة أو سرور من المحبة بني بارك فيك الله يبارك فيك طيب أصدت مصطفى بالنسبة برضو تكملت حياتك أنا العملية خاطتها إزاي أو بدأتها إزاي أول شي أنا ما قدرت أني أفتح لحالي شغل مثل ما قلت لك ظلت عم بشتغل عند كذا حدا لحتى لقيت دعم شوي من أخواتي رفقاتي المصريين طبعا فيه شباب سوريين أخذت مكان يعني كان تدريبك في البداية على يد مثلا مصمم أزياء مصري ولا كان مصمم أزياء سوري بس ما قاله مقيم فترة في مصر أكتر هلأ فيه سوري وفيه مصري يعني فيه ناس تعلمت معهم سوريين وفيه ناس مصريين لأنه أنت تعرفي بيختلف الموديل من بلد لبلد كل بلد وإلى زوءة وموديلة لازم أنا أتعلم وأنا لازم أتعلم هون المصري لأن أنا جاي بدي أشتغل أغلبه المصري أد ما كان فيه شعوب تانية وأد ما كان فيه عالم تركيزي كله على السوق المصري حسرا تمام طيب أستاذ نادر أن الكلمة مع حضرتك عايز أسألك سؤال مهم أنت بتقولي أن أنت بتدرب ناس أو بتدرب عدد كبير هل فيه حد معاك تحت إيدك ممكن نقول فريق بيدرب آه عندي تيم ولا أنت بس اللي بتقوم بالموضوع ده لا لا أنا معي تيم كامل يعني إحنا مجموعة كاملة يعني أنا دربت ناس ومشغلهم معي يعني أنا مدرب ناس بتختارهم على أي أساس بلد لا ده ما يمشيش ده يفضل ويدرس كمان بختارهم على أساس الأفضلية الأفضل الأفضل هو اللي بيبقى معي يعني أنا بختار التيم تابعي على أساس أنه نفس الشغل يطلع مصبوط مية بالمية مش أكتر من هيك يعني فأنا معي تلاتة شغالين معي في نفس الأكاديمية مدربين آه ما شاء الله عليهم دربتهم تمام مكان حضرتك فين يا أستاذ نادر آه القاهرة دار السلام مقابل محطة مترو دار السلام مباشرة مكان الأكاديمية مقابل محطة مترو دار السلام مباشرة يعني حضرتك حاليا في مرحوات أن أنت بتدرب بس ولكن ما فيش محلات بقى فعالية بتقص فيها أو كلام لا 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 أنا عندي أكاديمية التدريب بقط طيب أنا عايز أسألك بقى سؤال أنك تطمن على أهلنا وأروحنا كلها معاكو في قطاع غزة في الفترة الأخيرة دي والأحداث الدمية اللي بتحصل والانتهاكات من المعتد المحتل الصهيوني إيه الدنيا طمن عليهم والله إحنا بنقول لربنا يسترها معهم يا رب لأنه الوضع صعب جدا هناك والتواصل صار يعني شبه معدوم يعني أنا آخر مرة كلمت والدتي مبارح العصر من ساعتها لحد دلوقتي أنا ما بعرف ولا إشي ما فيش أي تواصل لا فيه إنترنت ولا فيه تليفون فإن شاء الله يا رب خير يعني بس هو الوضع صعب جدا صعب صعب جدا يعني المية صعب الأكل الشرب الاتصالات أنا عندي الوالدة أنا مريضة كلا فإلها مية إلها بتشرب مية معينة على أساس أنه الأصار تبعتها والأملاح والشغلها فحاليا هي بتقول لي أي مية بتيجي إحنا بنشرب منها ما فيش أي مشكلة إحنا أحسن من غيرنا يعني ربنا يا رب ينصركم ربنا ينصرهم يا رب ويبعد عنهم أي مكروه اللهم أمين اللهم أمين يا رب طيب أستاذ مصطفى أنا عايزة أختم معاك تقول لي كلمة أفيرة كده توجهها لأهلنا برضو في سوريا الحبيب الأول شي بتشكر أهلي كلهم أنا نص أهلي هون ونصهم بسوريا طبعا يعني بتشكر هون وسوريا وطبعا بتشكر رفقاتي كتير كتير اللي هنين هون اللي معي اللي عيشت معهم وربيت معهم هون سوريين ومصريين تمام أستاذ مصطفى أنت نورتوني بجد أستاذ مصطفى الحمسي أنا سعيدة وفخورة بوجودكو أنا بجد معايا على الهوى اتنين رجالة فأمانت الله رجالة في الأخلاق في تحمل المسئولية في بناء بناء نفسهم وبناء الكارير الخاص بيهم أتمنى من أستاذ المشاهدين أنتم تكون استمتعتوا بحلقة النهاردة وبإذن الله بإذن الله استنوني في الحلقات المقبلة نمازج إيجابية شابة سواء كانت مصرية أو من إخوانا وأشقائنا العرب على أرض مصر أشوفكم بكل خير في الحلقة المقبلة إن شاء الله سلام عليكم شكرا